السلام عليكم اخواتي كديري اللبس عليكم كي بقيتون تمنى تكونوا مزيان ان شاء الله وفصحها جيدة في هذا الفيديو سوف نفصل معاكم واحدة الفوستان هكا صيفي وخفيف عندي هنا يدتو فيها جمي ترونس كمشتو هذا هو العرض ديالو ليش ادق انا دابا طويتو هكاية وغادي نفصلو في العرض باش يخرج لي ونفصلو في دقة وحدة نفصل الامام والخل في دقة وحدة هيكون خلاص مسدود من الامام هنا يطويت العرض اللي خاسني ندير في الايفازي من التحت ونخلي هنا يا غي العرض ديال الكمام خليتوا وحدة الخمسة وعشرين سانتيم باش نخرج بهم الكمام ولو الباقي طويتو هكا على اربعة هكا بشغل نخرج الفوستان يكون عندي دايرة فيها الايفازي من التحت سبعة وخمسين ديال الايفازي هذي طريقة جيزوينة وسهلة في نسبة الاخوات اللي كي بغي وفصلو هكا يا فاساتين في هات الصيف اغلبية ديالهم كيكونوا هكا مسدودين من الامام هنا حطيت الكتاف عندي فيهم عشرين بالخياطة والدورة ديال الرقعة بسبعة نزلت هنا اياه في التركيز اتنين وعشرين وغادي نحط قبالتها اتنين وعشرين باش يجيني داك المربع عليها غادي ناخد الدورة ديال ديالصدر وغادي ندير خطة هنا اياه مستاقيم يكون عندي باش نحط دورة ديالصدر ديالي عليه عندي دورة ديالصدر سبعة وعشرين وغادي نهبطة هنا اربعطاش نقطة ديال البطن واربعطاش نقطة ديالحوض او دورة الحوض ونحطها ستا وعشرين في البطن وغادي ناخد هاد المستارة ديالي وغا نشدها من نقطة ديال ديال البطن احتل تحت احتل الافازي على تشكر هادا باش غادي تجيني من الفوق شوية مجموعة مجهة الصدر وهي هابطة وهي كتعراض كيجي هاد الفوستان كيجي في اللبسة ويجي خفيف بالنسبة للصيف خصونا هاكا الانسان فاش كي يخرج هكا في البحار ولا يكون خارج في لوقيت هاديا للصدر ممكن لكم تديروا هاد هاد الموضيل في الكريب ولا في الخيط ولا في ريحانة ويمجمع الاتواب اللي كيكون اللي كتكون هكا نازلة ممكن لكم تديروا هاد الموضيل هادا هاد الموضيل رعا فيها الدونطيل من تحت في الدورة من التحت فيه الدونطيل وفيه الدونطيل في الكمام يبقى اختياري بالنسبة للدونطيل يمكن لكم تديرو يمكن لكم ما تديرو ستصغنوا عليه هنا غادي نحط طول ديالي عندي هنا في طول ميتر و 27 كنحيد وحدة ثلاثة سانتيم ديال داك الدونطيل سوف سوف نبقى شادها كاف سانتيم وندور بش ما يجينيش الكوطي طايح هات جنب ش ما يجينيش طايحين هاتيك طريقة كتجيزوينة وجي سهلة وكيجيني جنب مزيانين كيجيوش طايحين ميك نديرو ذاك الطريقة هاتيك صافي علاها تشكل كمشور عملت حس كيجي مدور غادي نحيد هنا يا الخلف ونخلي الامام باش نزيدو غادي ندخلو عليه تعديل ديال الدورة ديالرقابة فنهبط واحدة تسعة سانتيم وندورها كغي بيدية ونحيد داك السانتيم ونص من دورة ديال التركيز ديال امام هاتي ضرورية كنحيدوها باش ما كتجينيش داك الكشكاشات مما في التركيز ديال الامام كيجيني الفوستان ولا جلابة ولا اللي درنا كنحيدو هاتي السانتيم ونص داروريا نحيدوها باش بفت اللبسة كيجيو زوينين صافي هنا يا غادي نجيب ذاك الطرف اللي شاطلي وغادي نخرج منه للكمام نخلي هكا مطوع لاجوش ونطويل كمان هكا يعلي هاتي شكل هادا صافي نحط طول عندي نحطة واحد وخمسين في الطول هنخليدك ثلاثة سانتيم ديال الطول طيض هن ما نحسبهاش حيث رغا تجينا خارجة هنحن نقصوها مطول ديال لكم وغنزيدو دائما جوز سانتيم ديال الخياطة في التوب صافي أنا هبطوه تناشل سانتيم حيث مولات هادا الكسبة هادي ما طويلاش أنا هبطغي نطيح لكم غيبتناش ديال السانتيم دورة ديال الدراح هنديرت فيها تمنتاش ونزيدو سانتيم ديال الخياطة دائما راس لكم درت فيه سبعتاش حيث مولاتو بغت يجيها عريض شوية صافي عليها تشكل هادا هادا ومالكمام ديالنا هاد الطرف هادا غد نخرج منه الحزان طوي هكا على ربعة نحيدو داك الحاشية ديال التوب حيث كتكون مكمشة شتعدنا في العبارات سافي درت في العرض عشرة سانتيم هادا في الحزان فاش كان طويه على جوج مي كان كنو كان خيطو كتبلي في خمسة سانتيم والسانتيم كتبشي ديال الخياطة كتبقى أربعة سافي هذا هو الحزام ديالنا هنه غادي نجيب هادا طريفات اللي شاطولي وغادي نخرج منهم داك السجفات ديال الامام والخلف طويه هكا على جوج وغادي نحط هكا يا هادا هادا الامام الدوفة ديال الامام هنحطها على هالطريقة هادي تكون مسدودة داك القطعة اللي عند نخرج من هالسجفة هتكون مسدودة من الامام ندخل في الكتاف واحد سبعة سانتيم ونعلم هكا نتراسي التراسج ما كيبال لكمش مزيان ثمنا المهم يكون واضحة كابل هادا سافي على هاتشكل هادا هادي السجفة ديال الامام وديال الخلف تهيه بنفس الطريقة هادي نخرجوها نطويه هكا طريف عادي احد اخر هادا يشوت اللي شاطولنا هكا على هاتشكل هادا ونحطه عادي داك الدوفة ديال الخلف سايا سبعة سانتيم كان ندخله في الكتاف باش جينا قد الخلف قد الامام نديرو اكا ندورو غيبي ديال سافي هادي هي الكتاف ديال نراها سهلة يعني في قسمين ديال المقانة ما كاملاش ممكننا نفصلوها وحتى الخياطة ديالها سهلة ان شاء الله هتشوفوا الطريقة ديال الخياطة هنا اياه غضين بدول الخياطة على بركة الله هنا اول حاجة عندي حلية الخلف حيث مولاتها بغت السحاب في الخلف حلية واحدة اشرين سانتيم هكا قد السحاب اللي عندي كان عبرش حال فيه ادرت داك السحاب المخفي سافي حلية هكا ودرت واحدة المثلية صغيرة واحدة سانتيم في التالي ديال الفتحة باش هكا مينجين خياطة السحاب يجيني ساهل كما كتعرفو فش كيكون ما كينش الحلم في الخلف را كيجي شوية هاد السحاب صعيب مازال مي كتكون محلولة هبطال الخياطة في الخلف تالي تحت كيجي ساهل في الخياطة دياله سافي كنمشي هكا كنوصل التالي كنغرس ليبرا وكندور داك السحاب كندوره وكنخيط واحد من السانتيم على التوب وعلى السحاب سافي كنوالي عاود نبدأ الجيهة الثانية يعني طريقة ساهلة نتمنى تكون فهمة دا بغادي نطلع مع الجيهة الثانية نحاول ان اللي برجيني حدا السنان ديال السحاب ولا تديروا داك السباط ديال الخاص بالسحاب هنا دايراي السباط العادي لما بغيتو هاش تبقى كاتبان ديروا سباط الاخر اللي خاص بالخياطة ديال السحاب سافي على هات الشكل هادا انا قدرت معاها الجيهتين بجوج وكاتجين على هات الشكل هادا ما بغيتوش تديروا السحاب ما تديروش كتديروا واحد الفتيحة الامام فيها واحد سبعة سانتيم سافي يرا وكتخيطوا هاد هاد السجفات ديال الامام والخلف وصافي ما كتحتاجوش تديروا السحاب في الخلف انا على حساب طالب ديالك لي أنا قدتلك بغات السحاب في الخلف داك شي على شدرتوا لها ولا تديروا داك الفتيحة ما فيها سبعة سانتيم في الخلف عاودوا تديروا لها صدايفة ما تاتاها ديك تجيزوينة وكيجي لكل مجموع ما كيجيش محلول بززاف كيبقى لكم داك ساعة الاختيار ديالكم هنا حطيت هاد السجفة ديال الخلف على هاد الشكل هادا كنخيطها مع هادا السحاب وكنخيطها من الجهة التانية من حي ذات الزوئد اللي عندي هنا في القند وغادي ندير كرانات هاكايا بشيجيني لكل داير ضرور نديروا كرانات خصاً إلا كانت توب عندنا ما كيتيريش هادا توب داير بحل شكل الكريب داك الكريب العادي اللي كيدير 30 درهم للميطر ولا 35 درهم تاوكيجيزوين فالكسيوات هاكايا كيجي نازل والثمن دياله في نفس الوقت مناسب جبت داك السجفة ديال الامام حطيتها هاكايا وخيتها قدرت معها بالخياطة ودرت لها كرانات سافي وغادي نخيط هادا بها نخيط الامام والخلف للاقيهم بجوج نديرها كالوجه عند الوجه وهذه نجيب داك الخياطة ديال ديال الرقابة ديال الخلف والرقابة ديال الامام وندير الخياطة عند الخياطة على هاتشكل هادا يكونوا متقابلين سافي وندور داك السجفات الواحد الجيهة ونشد القيطاع بربعة بهم ديال الكتاب وديال السجفات نتمنى تكون الطريقة سهلة اخلاص هاتشفات راني مخيطا معاكم كتر من مرة في القاناة نتمنى تكون هادا طريقة مفهومة نسمى الاخوات اللي متبعين معايا كل اجدادات نتمنى يكونوا كيشوفوا هادا الطريقة هادية هي ويطبقوها ان شاء الله سافي نحيد داك الزوائد وكيجين على هاتشكل كيجين فين الدورة الرقابة من الداخل ومن بره هادي هي الدورة ديال الرقابة ديالنا كتجي لهاتشكل هادا ندور معاها بعبار سباط باش هكا كنتبت داك الدورة الرقابة ودك السجفات هي كتبت وكتبقاش خرج النمي كنكونوا لابسين الفوسان ما كيبقاش يخرج النمي سافينا اياك وكنا ندفع هكا بيدية وكنا نجردك التوب باش يجين الخياطة في الوسط ما تجيش عوجة ولا شي حاجة هلا تشكل هادا سافي هادي هي الدورة ديال الرقابة ديالنا كتجي لها تشكل هنا هي في راسها في الكتف الدورة ديال التركيز ديال لكم هادي ندير فيها واحد بلية في الراس ديال الكتف فيها واحد جوز سنتيم تمباس هادا وهده كما نحيتها حتى نديره لسياج الكلية نوعا نحيتها انا هذه ما حيتهاش قدرتها لها بلية في الفوق في الكتف حتى بضروري كنخلي ودك جوز سنتيم زايدة في الكم هكذا قدرنا لسياج وجانا صغير التركيز كنلقوا باننا مخليين واحد جوز سنتيم ولا ثلاثة حتي لما خلينا شوجة مزيار ما عندش كنديرو نزيدو في الكم ما عندش شي حل نزيدو في الليل فغينا نزيدو خراط او لا شي حاجة من الأحسن نخليوها ما يكونوك نفصلو نخليوها حتى ثلاثة سنتيم هكا تجي حسن إلا بقات زايدة را نحيدوها في ذاك الساعة السورجي سوف يدي البلية ديالي اللي جات في الكتاف تجي هكاية هنا قدرت هاد دونطيل هكا في الكحل جعلها تشكل هكا هاد الأهراء جاي زويون يبقى الختيار ديال كل واحد كان بزاف ديال الشكالات ديال الدونطيلات سافي كان مشي هكاية كان خيط الخياطة اللولى وكان رجع كان خيط الخياطة الثانية ندور هكا لكم ديالي نتمنى نكون عند حسن بضان ديالكم سمحوا لي بزاف حتى عطلت عليكم رامنا من رمضان تقريبا ما حطيت معكم هكا شي فيديو ديال ديال الخياطة نتمنى الله تسمحوا لي الأخوات اللي متبعين معايا دبا ان شاء الله نحط معكم هكا موديلات ديال الصيف هكا فاساتين خفافين ونحط معكم بزاف ديال الموديلات واللي اول مرة كيشوف هاد القانا ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك وبليلايك وبكمون طيرات مشجيعة نتمنى نكون عند حسن بضان ديالكم كاملين والأخوات القدام اه كنشكرهم بزاف دائما على تعالق ديالكم وعلى الدعم ديالكم ليا اللي هلي خطيكم انا كنحاول دائما نحط معاكم هكا يا موديلات اللي ساهلين ونبسطهم معاكم لان حتى انا كنت كانت تعلم كنبغي هكا يا موديلات اللي يكون ابساط لان ضغيه كتسوع بالموديل ضغيه وكتخدميه كتطبقه ومي كتخدمي بحال هاد الموديلات اللي ساهلين الصعابين ضغيه كتتعلمي لهم تهوما تبقى شوية بشوية حتى كتبقى يتخدمي جميع الموديلات انا غاد ندوز هاد دونطيل عاود في الدورة ديال فوسان من التحت اجي كله ضاير بهاد الدونطيل سافيه كنحطو هكا كان مونطيل لفوسان من الجهتين بجوج الكوطيات ديالهم بجوج وكان بدع لها تشكل مش منا يكون واضح سافيه كنبقى دايزة هناية كنحاول ندوز على واحد الخط هاداك الخطيط اللي كيبنك حل عليه كندوز بالخياطة مش مكا نجيش مكا نمشي على خط واحد مكا نبقاش ندخل ونخرج في الخياطة كتبعي ذاك الخط لك حل وكتدوز عليه سافيه نارا كنعاود الخياطة الثانية على هادك ذاك جاي بحال تدريس ولا جاي بحال ذاك هكا ذاك المربعات كنحاول ندوز عليهو باش هكا يتبت ليه ما يبقاش كيطلع عندك تدريسة هكا يجي متابت وما كيتطواش مع المودة هكا بالصابون هادا ما كيبقاش يتطواهو هادا كندوز عليه سافيه هادا وما الكميمات هادا داك الدورة ديال الكسوا من التحت كتجي عليها تشكل هادا نتمنى تكون طريقة نفهومة والحزم ديالها هو هادا ما كيتتحزم كاتجي ايفازي كاتجي مجموعة عملنا مجيهة الصدر كاتجي زوينا في اللبسة نتمنى يعجبكم الموضي ان شاء الله وتطبقوه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة